السلام عليكم لابس عليكم تنتمنى تكونوا بصحة جيدة لبنات بغيت نشارك معاكم كيكة الماندالين مكونات بسيطة سهلة مهلة وكتجيل ديدة الماندالين هذا هو وقته وقلت علاش ما ندرو بها كيك ونشاركو معاكم طريقتي سهلة والاهم كتجيل ديدة جربو وردو علي الخبار متأكدة غادي تعجبكم كنحتاجو جوج بيضات جوج ماندالين كازية السكر كازية الزيت كش هذا حسب الخالات جوج خمار ي carried outumen الخلا mesa جوج ملاعق weeds الفاني جوج ملاعق By делيرة المدافية وجوج ملاعق في قبص學 ملح وطعم � teachers في خلات كهربائية كنوضع جوج حبة بيض رشة الملح وكاس صادي و Revelations-vanihrsdkite mokoh Golouension كنتحنو المكونات مزيان وكنوضع خلا صifting wheat نضيف ملاعق كبيرة المدافي و نضيف الدقيق بالتدريج نحتاج ملاعق كقوس و نصف على حسب نوعيات الدقيق نخلط الخليط حتى نحصل على عجينة الكيك نضيف خمارات من حجم 8 جرام نضيف ملاعق كبارد و نضيف الخليط نضيف الخليط و نضيف الخليط في المول مدهون بالزبدة و مرشوش بالتقيق نضيف الكيك في الفرن الساخن من الأسفل حتى يتحمر و ها هو الكيك طلع غزال مدق ديال و خاطر صدقوني غير بمكونات بسيطة و كيف ديما الحاجة البسيطة كتطلع منها أطبق شهوة منهم جربوا لبنات هادي الكيك فعلا يستحق تجريبة السلامة